40 رقم 12 في تاريخ عصام عشور اليوم ماروكي حسام تستير كل خير لقب 12 في تاريخك يمكن يعني الانكساب بتتوالى و12 لقب ماروكي حسام 12 لقب وحنا على هو مباشرة 12 لقب تاريخ عصام عشور بيعمل و12 رقب عصام عشور بقول الله الحمد لله عليكم بس عشان فيه ناس بتزعل بجد يعني بزعل ده تاريخ تاريخ حمد لله التاريخ للنادي الاهلي والتاريخ سطروا النادي الاهلي ولقبتوا النادي الاهلي سنة يعني تولي قوة 12 شهر بنلعب دوري والناس شككت في النادي الاهلي شككت في إدارة النادي الاهلي شككت في جمهور النادي الاهلي شككت في لعبة النادي الاهلي شككت في كل من ينتمي النادي الاهلي انا بقول للناس بس اللي كانوا بيتكلموا من ستة الشهر اللي هو لك الحمد لله النادي الاهلي في المنطقة الدفعة المركز السادسي بقولوا انتو فين دلوقتي انا عايزكم كنت تتكلموا انا عايزكم تتكلموا وتقولوا فين دلوقتي حبيب يا اعطا فين دلوقتي النادي الاهلي هو اللي بتوج وده اللي احنا بتعوضين عليه وده اللي احنا ما بنتلعش بقى ويبقى الفرحة الزيادة اوه احنا بنفرح عشان تعبنا سنة الناس دي كلها تعبطوا لازم تفرح يقول الحمد لله نبعتك فعنيك احسام نبعتك فعنيك احسام محمد الفاتح بينضر مليك يعني قسم النهار ده بيكتب تاريخ جديد اتنشر دوري ودمعته يعني يعني اتكلموا عليه كتير واتهان كتير للأسف شديد بس الجماهير بقولك الناس قالت احنا مركز سادس سادس يا جماعة نادي الاهلي على تور رقم واحد احنا تربينا كده في النادي الاهلي ان احنا لبقى رقم واحد وده اللي احنا بنقول للناس انا مش عايز اغلط بس بنقول للناس اللي كانت عملة تقول ده النادي الاهلي المنطقة الدفئة ومش المنطقة الدفئة وكان لسه ناقصنا متشوط يا جماعة انتوا بتهزروا ده النادي الاهلي كبير يا جماعة انا اوه واحد من ابناء النادي الاهلي اتنشر دوري بقول الحمد لله طبعا للجمهور ده وللإدارة وللعب الرجالة دي كلها الحمد لله اللعب كلها رجالة قابت المحمود القاتب بن برحجي قال لنا قال لنا ده دي النهاية بتاعت السنة اللي احنا تعبنا فيها وقال له الحمد لله اللعب تكتلعت رجالة وقال فبروك للنادي ده كله وللجمهور ده كله مبروك يا حسين حمد فتح نجمي من نجوم يعني وسط ملعب الداندي الاهلي وفرح